وصلت وزارة الإسكان عملية تسليم المفاتيح في مدينتي سلمان وشرق الحد لأصحاب الطلبات المستحقة ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بشكل مسبق والتي تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألفي وحدة سكنية إضافية على المواطنين وأكدت الوزارة أن إنجازات المسيرة الإسكانية في المملكة كان من أبرز ثمارها المدن الجديدة التي ساهمت بشكل مباشر في تسكين أكبر عدد من الأسر البحرينية وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم كما أن الرعاية الملكية السامية لقطاع سكن الاجتماعي والدعم اللامحدود من قبل الحكومة شكل حافزا كبيرا لتنفيذ خطط المشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية بالإضافة إلى برامج الشراكة مع القطاع الخاص وأشارت الوزارة إلى تكامل خطة العمل فيها فيما يتعلق بإنشاء مدن جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع الإسكانية التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها وذلك تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي مشيرة إلى مواصلة عملية التوزيعات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين بوتيرة متسارعة ومستمرة ضمن الجدول الزمني وأفادت وزارة الإسكان أن هذه المشاريع يتميز بعضها بمواقعها المطلة على واجهات بحرية كما توفر مسارات لممارسة رياضة المشي والدراجات الهوائية فضلا عن توفر المساحات المفتوحة والاهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير مقاومات جودة الحياة في المشاريع الإسكانية مشيرة إلى حرصها الدائم على توفير المتطلبات الإسكانية والتنموية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية الحمد لله رب العالمين وطبعا أني اتفاجأت أبس بالاتصال للوزارة وأشكر جميع من القيادة من وزارة الأسكان على هذا المشروع اللي يتاح إلى الجميع يعني أنها خاصة لفئة المطلقات أو الأرهام أشكر الملك وأشكر الحكومة وأشكر يعني ما توقعت أصلا كنت أنا فقد الأمن أنا بحصل بهذه السرعة والحمد لله أنا حصلت أنا ممصادقة كنت يعني والله استعالتنا موائد يعني وما دامنا عمرنا صغير احنا فتغتبت موائد أمور يعني إن شاء الله من نهام موائد نشي القيادة والله ما قصروا صراحة وتسلوا لي ويعني كل شي كان في ضمن الإجراءات الصحيحة وما قصروا يعطيهم العافية إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة